مجزون لأهم الأنباء قال رئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء خص به بودكاست الجزيرة أمس الأربعاء إن استقرار الشرق الأوسط مرتبط بحصول فلسطين على حقوقها المشروعة ودولتها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس مضيفا أن الجزائر تعمل جاهدة لتوحيد الصف الفلسطيني لحصول فلسطين على دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة حتى ولو كانت تحت الاحتلال وأشدد الرئيس تبون في تصريحاته على أن مشكلة الجزائر مع الكيان الإسرائيلي تتمثل في حق الفلسطيني فقط وإنه لا توجد مشاكل أخرى مشيرا إلى أن الجزائر لن تتخلى عن الحق الفلسطيني مهما كانت الظروف قال المندوب والدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الخميس ستناقش ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين معربا عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته وأضف منصور خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن المجموعة ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومكونات المجتمع الدولي عبروا عن إدانتهم للأعمال الهمجية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم فالندى ممثل جبهة الفوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورس سيدي محمد عمار في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن تم تعممها مؤخرا على الدول الأعضاء كوثيقة رسمية للمجلس فالندى الإدعاءات الكاذبة والإفتراءات التي حاول مندوب دولة الاحتلال المغرب يائسا الترويج لها على مستوى مجلس الأمن وأشرت دبلوماسية الصحراوي بالحجة والدليل الموثق إلى أن كل هذا الضجيج العقيم لن يصرف الانتباه عن الفضائح التي أصبحت تطارد المغرب وعن تورطه الثابت بالدليل في استخدام الرشوة والفساد للتأثير على الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان الأوروبي وهو ما جعل العديد من أعضائه يطالبون بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي والمافياوي أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي عن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي للاتفاق الإطالي الذي كان مقررا ليوم الخميس لا أجل يسمى لاحقا وذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان صحفي أن أسباب التأجيل ترجع لعدم استكمال الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري مؤكدة أن مصار التفاوض بين العسكريين شهد تقدما في عدة ملفات موضحة أن الموعد الجديد للتوقيع سيتم تحديده بمجرد الوصول لتسوية نهائية لملف الإصلاح الأمني والعسكري ويعتبر هذا التأجيل هو ثاني من نوعي حيث كان مقررا وفق الجداول الزمنية المعلنة أن يكون التوقيع على الاتفاق النهائي مطلع الشهر الجاري قال بيان مشترك وقعته السعودية وإيران اليوم الخميس أن البلدين سيعيدان فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق تم بوساطة الصين في مارس وذكر البيان أن البلدين اتفق على استئناف الرحلات الجوية والزيارات الثنائية للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين وفي وقت سابق اليوم ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن وزيري خارجية السعودية وإيران اجتمع بالصين في أول لقاء رسمي بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام انتهى الموجة شكرا لكم تبقى روابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة